يعني هذه الصريقة تبرر أو يمكن هي كنتيجة لما يعانيها الطفل من توطر وقلاق وخوف إلى ما غير ذلك هنا من الجانب ديال العطفة ولكن أيضاً كان بعض الأسباب الأخرى أنه كان بعض مثلاً الأباء اللي كيدللوا الأطفال ديالهم كيكون الطفل يعني كما نقول الدرجة في الشيش بالزاف فبالتالي هو أي حاجة بغاها كخصوة ياخدها وما كياخدش ذلك القيمة ديال أن هذه ديالي وهذه ماشي ديالي وما كيحطش ذلك الميكانيزمات الأخلاقية ولهذا ما كيستعملاش كان هذا العامل كان عوامل أيضاً أخرى يعني العوامل الكثيرة جداً مثلاً أن الطفل اللي كيكون مثلاً كيدخلهم دراسة ولكن المستوى المادي ديال الأسرة مثلاً بسيط أو لا يعني متواضع ممكنش إحنا ينوفره لكل شيء ولكن هو هذلك القضية ديال أن يعني الفقر أو مثلاً التواضع ديال المستوى المادي كيخليه أنه كيحس بشوية ديال النقص قدام الرفاق دياله فمثلاً كيحاول أنه يتبت نفسه معه بأنه ربح لهم ولا حسن منه كياخد مدار وكيشري مثلاً الأصدقاء دياله كيشري نفسه وللأسرة ما عارفهش إذن كين مشكل هناك اضطراب هناك حرمان هناك توطر هناك قلق يعني مجموعة من المشاكل يمكن كيكون كيعني من هذي الطفل لكن إحنا كآباء ما كنحاولوش أننا نبحثوا على هذ المشاكل الداخلية لعند الطفل بقدر ما أننا اللي كيصدمناه هو ذلك الفعل ديال الطفل كيصدمنا الفعل بأننا ما كنقدوش كيفاش غنتعاملوا معاه ما كنصدقوش بأن الطفل ربما ما كينش هناك حرمان لا مدي ولا عطفي ولكن هذي الطفل مدي دو أسرق الحاجة يعني كيفاش غنتعاملوا معاه لأن الأغلبية كتعامل مع هذ الطفل خصوص الوليدين كي يبخوه كي يعقبوه كيفتحوه أمام الأخوين والأصديقاء كي يحاولوا أنه يتلقوا عليه بعض الكلمات أنت صارق أنت وش هذا السولك أو هذا الطريقة ديالتعامل مع هذ الطفل هكا خصتكم ولا خصتكم بشي طريقة أخرى أنت أطلقت المصطلح الصحيح والصائب هو أن الأباء كيتصدموا أو لما كيرضا وش أن الطفل ديالهم كي يكونوا حدنا عن الإنكار لأن الطفل ديالهم ممكن يعمل هذا التصرف ولكن انت رخصك تشوف نفسك أول حاجة تشوف نفسك أنت شنو عملتي مثلا وحد سبب لي ما هدرنا شيلي اللي هو مهم أيضا كتلقى أن بعد الأباء عندهم واحد صارامة واحد يعني من ناحية ديال العطاء وهذا شي كي نعكس مثلا حتى في الحياة اللي يومية أنا كتلقى كل شي مترق كل شي مشدود كل شي هذا هذا عن حب يعني ما كيبغيوش أنهم يخلوا كل شي بحال يقولنا قبل بأنهم يمكنش نوفروا له كل شي كل شي اللي كي يقول خصويتوفر يعني من في الشوش كتر من لازم هذا خوف ولكن في حد تقدر يكون السبب هو سواب ولكن ما خصوش يكون مبالغ فيه ما يخصوش يكون مبالغ فيه أنا أحنا يتزول شنو كخصنا نعملو إحنا إذا كان الوالد أو للوالدة كتستضم أمام حالة ديالها دفل أمديدو أو تشكى منه في القسم مثلا خصوصا لأنك توقع دائما في مدراسة كتشكو بأمديدو شكرا